بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الوصفة دياليوم كيف ما كتشوفوهما المادلين أو المعفن أو الكابكايك كل واحد واشنو كيسميهم المهم وصفة اللي رائعة جدا البنات مغادش تندمو عليها وغتنفعكم الوليداتكم في المدرسة إن شاء الله وصفة ناجحة مليار في المياه جربوها على حسابي أرضو علي الخبار مع الاستيس باش كيجيوم فشفشين وهشاج ورائعين بسم الله نبدو إن شاء الله بالنسبة للمقادير عندي ثلاثة ديالبيضات حجم متوسط بدرجة حرارة المطبخ كأس من زيت نباتية كأس من سكر حبيبات أو سنيدة كأس من الحليب بدرجة حرارة المطبخ كذلك رشة ملح وهنا كيف كتشوفو عندي معلقة كبيرة من عاصير الحامض أو ممكن تعوضها بالخل أنا متوفر ليش الخل فاستعملت عاصير الحامض عندي كيس من خاميرة الحلويات من فئة 15 غرام أو باكين بودر 15 غرام كيس من سكر فانيلا 8 غرام وكيس من الفلان بنكهة الفاني أو مستحضر الكريم كراميل بنكهة الفانيلا بالنسبة للتقيق أنا عبرت هنا 300 غرام وفي الفيديو إن شاء الله غتعرفوش حل غايتخلي بسم الله أول حاجة غادي نديرها هي غادي ناخذ ديك الكاس ديال الحليب وضفت عليه معلقة ديال عاصير الحامض وغادي نخلطو العناصير مسيان كيف ما كتشوفو هنا لبنات راكيبا الحليب بدأ كيعقاد هذا هو الهدف ديالنا من هذا الحليب أنه يعقاد لنا ويبدأ كيروب بهذا الشكل هادا ندخليتو على الجنب وندوزو التحضر إن شاء الله فقنا وضعت البيض رشة ملح مع الكيس من سكر فانيلا ممكن تعودو الفاني بقشرة الحامض أو قشرة البرتقال ليكم لاختيار على حساب النسمة اللي كتبغيونتوما والطعم اللي كتبغيونتوما أهم حاجة هي الطريقة لا طريقة التحضير ولا طريقة الطهي باش تنجح معاكم الوصفة كيف كتشوفو أخواتي بديت كنطرب بالطرب الكهربائي راني في الأول بديت بسرعة منخفضة حتى رغوالي شوية الخليط بديت كنطرب السكر بالتدريج مدرتوش دفعة واحدة وأنا كنرفع في السرعة حتى ضعف الحجم ديال الخليط وأصبح أبيض كيف كتشوفوه بهاد الأثناء بديت كنطرب الزيت بالتدريج بحل الخيط ما كنديروش تهوا دفعة واحدة باش ماينزليش القوام ديال البيض ما نبالغش في الخفق فقط يدخل ديك الزيت مع العناصر وصفه ونحبس الخلط هادا بالنسبة لي يا لبنات هو داك الحليب اللي ضفت فيه الحامض شتوه كيف تقل القوام ديالو هنك كنضيفوه بالتدريج وكنخلط فقط بالخلاط اليدوي دائما لي كيك ولي كاب كيك لي مافن مني نضيفو السوائل ما نبالغوش في الخفق نخلطوه غير شوية فقط الهدف من هادا المعلقة لبنات ديال الخل او ديال الحامض اللي ضفتها على الحليب وروبتو بهات الشكل هادا هو اللي كي يعطينا هديك النتيجة مفشفشة ومهوية وكي يجيوا رائعين هادا هو السر ديال هادا الكاب كيك سافي اخواتي كيف مشتوني ضفت الكيس ديال الفلايم بنكهات البانيلا او مستحضر الكريم كرامير بنكهات البانيلا خلط شوية وبديت باضافة الدقيق بالتدريج ما كان ضيفوش الدقيق دفعة واحدة او بكمية كتيرة باش ما يجيناش قاسح وكيف مشتو معايا ضفت بعد ما ضفت واحد الكيمية من الدقيق ضفت الكيس ديال خاميرات الحلويات او باكين بودر وبقيت مستمرة في اضافة الدقيق حتى تحصلت على هاد القوام هادا هادا هو القوام المطلوبة البنات ماشي قاسح وماشي خفيف بحال القوام ديال الكيكي لا بغينا نقولو هادا هو القوام وحاولت نمتح لكم الصورة باش كل شي يكون بعين سافي اخواتي خديت واحد المول الخاص بلي مادلين حطيت فيه الورق الخاص كذلك بلي مادلين وبديت كنخوي الخالات كيف ما كتشوفوا معايا كنخلي الفوق الجهة ديال واحد نصف سنتيم هكال فين غادي يطلعوا لي لي مافن ديالي او لي مادلين ضروري ما نخليو شوية باش يلقوا فين يطلعو غادي نستمر هكا كن نعمر لي كيسات ديالي كاملين واللي عندها دوك لي كيسات ديال بحال ورق غلج شوية ما غاديش تحتاج تستعمل هاد المول هادا الخاص بلي مادلين فقط غادي تستفهم فطاوة عادية وتعمر فيهم حيتاش هادوكرا ما كيعواجوش ولكن اللي غايستعمل هاد الكيسات بحالي ضروري ما يستعمل هاد المول هادا صافي اخواتي غادي نستمر بهات شكل كيف ما كيتشوفو حتى نعمر كل شي وف هاد الاثناء الفران راه عندي ديجا مشعول بالنسبة الزين اخواتي فكيبقى اختياري انا هنا كيف ما كيتشوفو عندي رقائق اللوز مام حمراش او اللوز افلي لكم الاختيار تقدرو تديروا عفوا كوكا و افلي او اللوز كونكاسي او الكوك او رقائق ديال شوفان لكم الاختيار في الزين كيف ما ممكن تخليهم عاديين انا المهم تزين درتو بجوج ديال الحوايج يعني اللوز افلي والجوز التاني درتو بسكر حبيبات صافي هنا كيف كيتشوفو هاد القياس اللي كان اعطيكم كيعطي اتناش ستا ارشيتهم او زينتهم بلوز افلي واستا ارشيتهم هكيا بهاد السكر حبيبات من الفوق سكره البنات اللي غيطح لكم في المول ضروري ما تمسحوه عا دخلوه الفران باش ميوليش ما يتكرملش ويولي يعني كيولي بحل محجر في المول وما كيبغيش يتحيد معانا بسهولة صافي غنستمر هكا البنات حتى نسالي كل شي هانتوما كيف كتشوفو معايا لي كاب كيك ديالي وكنا اكد على ديك نصف سنتيم في الورق يبقى خاوي باش يلقى المادلين ديالنا فين غادي يطلع صافي اخواتي دخلت الطاوة ديالي هنا يا الفران مشعول على مية وتمانين درجة النار شعلا من الفوق ومن تحت وحطتهم في الجهال تحتانية انا هنا تعمت نوريكم طريقة ديال الطياب بالتفصيل الموميل راهنا لي كاب كاللي مادلين ديالي عفوا ما زالين عندي التحت ها هما كيف كتشوفو ما شاء الله بدوك يطلعو ولكن ما نحلش الفران يلح اللي تو دي غيك دمو غيهبطو هنا ما زالين البنات كيف ما كتشوفو وخبر لكم الوجه راهنا شف ولكن ما غادي نحل الفران ديالي حتى يتحمر الوجه كنا اكد علي هدى المسألة دائما الطياب الراقبو غير من مرة ما نتقاوش نحلوه نسنتو في الفران لانو منين كان خرجوهم راهكي هبطولينا شوفوا معايا الفرق هنا البنات في هدى المرحلة ها دي لما دلين ديالي كيبانو بدوك يتحمرو وهما ما زالين تحت فهذا المرحلة فقط سوف نفتح الفران كما تشوفوا معايا هنا البنات الشورة بدك يتحمر نطلعهم من فوق غير واحد شوية ونخرجهم نتمنى البنات تبعو الطريقة ديال الطهي باش تحصلوا على هاد النتيجة لاكتر من رائعة دائما الكيك ليكاب كيك ليمادلين كان راقبوا الطهي ديالهم غير من برا حتى البنات بداية تحمر الوجه عاد كنهزوهم ونطلعوهم من فوق وهاكا نتأكدو انهم منين غا نخرجوهم مليون في المياه انهم ما غاديش يهبطو لنا وما غاديش يتفشو لنا كيف ما كتشوفوا معايا لمادلين ديالي بعد ما خرجتهم من الفران هادا هو شكيل ديالهم وكيف مشتشوا بقاو هاداك مقببين ما هبطوش بقاو يعني كيف ما تطلعو فالفران بقاو لي غير تبعو طريقة ديال الطهي اللي اكتت عليها راه هالبنات ديك حلو سد في الفران هي اللي كتخرج ديما على الكيك وليمادلين واي حاجة اللي كتهبط لكم بهذا الشكل هادا تبعو فقط طريقة دائما نخلي وليمادلين والكيك ديالنا حتى يطلعو وماشي غير يطلعو ونفتحو عليهم الا يشد درسهم ونشوفو الوجه ديالهم بداك يتحمر كيف ماشتوا معايا في الفيديو عاد نفتحو الفران ونطلعوهم الجهة الفوقانية يكملوا التحمر وانا بكل صدق وكل امانة فاشتحمروا فتحت الفران وخليتهم في الفران يعني طافي الفران ولكن فتحت باش ما يزيدوش يتحمروا لي كتر من اللقياس هادا طاوة اخرى البنات انا درت كيمية تانية و وماشاء الله هانتوما كيف كتشوفو نفس النتيجة دائما محافظين على الشكل ديالهم محمرين ما ينزلوش تبعو فقط المقادير والطريقة ودائما غدتحصلوا على نتيجة ممتازة يا البنات وانتمنى انكم تجربوهم شوفوا معايا ما شاء الله مهويين مسفجين مقطنين وماشي ديك النوع ديال لي مادلين اللي كي يجيوا من الداخل بحدي لا مزيتين هادو ناشفين رائعين والسير في هاتفشفيش ديالهم داك المعلقة ديال الخل أولى ديال الحامد اللي كان ضيفو الحليب وكذلك طريقة ديال الطياب بالنسبة اللي بغى يحافظ عليهم في المجمد فغادي تستفوهم في واحد اه 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 تصا ديال البلاستيكا كمحكمة الاغلاق وتغطيوهم دخلوهم المجمد الوقت اللي تبغيوهم خليهم يدي كونجلا واستهلكوهم كأنكم يالله طيبتوهم البنات ما تنسوني جزاكم الله من الخير الى استفدتم هاد الفيديو من اللايك تعليق والبرتاج والى اللقاء في فيديو اخر بإذن الله تعالى